في سياق آخر أكدت الرئاسة الروسية الكراملين أكدت أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية قد انتهى عملياً بنسبة لموسكو مؤكدة أن روسيا مستعدة للعودة إلى الاتفاق فور تلبية شروطها في سياق ذاته قالت الخارجية الروسية إن بلادها أبلغت أوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تنديد الاتفاق من جانبه قال سفير موسكو لدى بيلاروسيا إن بلاده أبلغت أوكرانيا رسمياً عبر السفارة الروسية في منسك بأنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مضيفاً أن السفارة أرسلت إختاراً إلى أوكرانيا عبر القنوات الديبلوماسية وأن الاتفاق سينتهي اعتباراً من الثامن عشر من يوليو الجاري موسيقى موسيقى